بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموله مع التطبيق العملي لنفق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة والصفحة الأخيرة من سورة البقرة التاسعة والأربعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه وإن كنتم هنا لدينا الهمزة مكسورة ممكن أن يمطها البعض لأنه جاء بعدها نون فيها إخفاء نون مع الكاف إخفاء نذهب إلى مخرج الكاف تقول خطأا وإن خطأ وإي وإن كنتم نون مع التائض إخفاء الذي يحدث في كنتم أنه يسحب ضمة الكاف إلى النون فيقول كنتم هذا الخطأ النون ساكنة كنتم كنتم انظر إلى الشفتين بارك الله فيكم كنتم هكذا نضم الشفتين في الكاف والتاء ونخلص النون من أن تضام لأنها نون ساكنة ولدينا إخفاء نون مع التاء بغنة مرققة لأن الكاف والتاء تكون هنا حروفا مرققة المين مظهرة كنتم على هكذا نسمع صوتها على لا تقول على على سفار سفار الرأو مرققة تنوين لأنها مكسورة جاء بعد التنوين واو إضغام بغنة مطاري حركتين سفار ولم أيضا الميم مظهرة لا تنسى ضم الشفتين عندما أضغمت التنوين مع الواو سفار ولم ولم تجدوه هكذا نسمع صوت الميم المظهرة تجدو كسرت الجيم جيدا أدى له مظلوم من ضم الشفتين فيها وفي الواو تجدوه كاتبا لا تقول كاتبا خطأ هذا صوت ممال كاتبا كسرت التاء جيدا ثم لدينا تنوين جاء بعد التنوين حرف الفا والفا من حروف الإخفاء بغنة مراققة كاتبا فريهان مقبوضة فريهان الرأو مراققة لأنها مكسورة فري فريهان لا تقول فريهان هذا صوت ألف غير صحيح فريهان لدينا هنا تنوين جاء بعد التنوين ميم إذن إدغان بغنة لأن الميم نحرف فين بمقدار حركتين القاف وساكن مقلقة لقلقة لا صغرى لأن في وسط الكلام كلمة مقبوضة ولا تنسى تفخيمها وهي مفخمة مرتبة رابعة مرتبة الساكن مقبوضة لا تقول مقبو هكذا مقبوضة بدون تفخيم هذا خطأ هذا صوت غير صحيح مقبوضة فريهان مقبوضة الباء مضمونة ضم الشفتين فيها وفي الوار الضاد هنا مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة نقف علىها ساكنة مهموسة باهتزاز الأوتار الصوتية جيم تفيد جواز الوقف إذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين جاء بعد التنوين حرف الفا إخفاء مقبوضة فإن أمينة فإن أمينة هنا كسرت الهمزة فإن أمينة نون الساكنة جاء بعد النون همزة والهمزة من حرف الإظهار الستة نظهر النون فإن نسمع نسمع صوت النون المظهر فإن أمينة أمينة كسرت الميم جيدا بعضكم العين الساكنة بعض يقلقلها يقول بعضكم خطأ بعضكم 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 هكذا يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط لين عمر الضاد مفخمة مرتبة ثالثة لأنه مضمومة والكاف ومراققة ضم الشفتين في الضاد والكاف ولا تقول بعضكم لا تفخم الباء والعين لأنها جاورة الضاد المفخم كذلك لا تفخم الكاف تقول كم كم هكذا الميم الميم جاء بعدها باء إخفاء شفوي من غير فرجة بين الشفتين فإن أمين بعضكم بعضا أيضا العين من كلمة معضا لا تقلق لها تقول بعضا خطأ بعضا هكذا يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة الضاد هنا مفخم مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها أليف بعدها تنوين بعد التنوين فأيضا إخفاء لدينا هناك ما في مقبوضة فإن بعضا أذهب إلى مخرج الفا أتهيأ لنطح حرف الفا بعضا فليؤدي الذي تمن هكذا أذهب إلى مخرج الفا والغنى تكون مراقق لأن الفا حرف مراقق فاللا اللام الساكنة ويجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف العمر توسط فلي ألياء مضمومة لضم الشفتين فليؤدي هنا لدينا همزة مفتوحة والدال مشدد دال الساكنة ثم دال المكسورة ننتقل من الدال الثانية المكسورة إلى اللام المشدد من كلمة الذي لأنه لدينا همزة وصل فليؤدي الذي هكذا ونبدأ بهمزة قطع مفتوحة الذي ولا تمسك اللام نشدد دائما نقولها الذي هذا خطأ اللام تذكر أنه من أحرف التوسط يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة اكسر الذال جيدا الذي تومينه هنا رأسا إلى الهمزة ننتقل من الذال المكسورة إلى الهمزة الساكنة لأنه لدينا همزة وصل ولا نبدأ أتومينه أتومينه هكذا نبدأ للتسهيل كانت العرب تسهلها لا نبدأ بهمزة قطع أتومينه هذا فيه صعوبة ونبدأ أتومينه هكذا وقد شرحت هذا في فيديو مستقل ايتوني أتومينه وهكذا من جنس هنا الهمزة التي هي ستكون هنا مضمومة التاء هنا مضمومة نضم الشفتين فيها الميم مكسورة النون مفتوحة أتومينه أمانته لا تقول أمانته أمانته لا تغير صوت الألف يصبح ممالا أمانته ألهأ مضمومة نضم الشفتين فيها ولدينا مد صلة صغرى بمقدار حركتين وليتقي اللامو احرص على أنها ساكنة واجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأن من أحرف التوسط للعمر التاء مشددة تاء ساكنة ثم تاء مفتوحة ألقاف مفخم مرتبة أخيرة وكسورة وليتقي الله بما نجاء مكسور قبل اسم الجلال الله إذن ترقق اسم الجلال الله وليتقي الله ربه الرأو من كلمة ربه مفخمة لأنها مفتوحة الباء مشددة تذكر أن الباء من أحرف أجد قاطين بكت شديدة مجهورة لا يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس ربه نقف علىها ساكنة مهموسة من أقصى الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية إذا استمرنا تكون مضموما نضم الشفتين فيها ربه ولا تكتم جيم تفيد جواز الواقف ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض ولا تكتموا لو تلاحظون هناك ساكنة مهموسة لا تمسكها لا تبالغ في الهمس تقول ولا تكتموا خطأ ولا تكتموا 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 هذا هو صح همس لطيف التاء والميم مضموما ضم الشفتين فيها وفي الواقف ننتقل من الميم المضموما إلى الشين المشددة من كلمة الشهادة لأنه لدينا همزة وصل ولام شمسية اللام شمسية لأنه لم يأتي بعدها أحد أحرف ابغي حجك وخف عقيمه ودائما نقول إذا جاء بعد حرف مشدد تكون شمسية نبدأ بهمزة قطعة مفتوحة الشهادة نقف علىها ساكنة مهموسة يجري فيها الصوت والنفس ومن أقصى الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية جيم تفيد جواز الوقف ومن يكتمها هنا لدينا نون مع الياه إضغام بغنة بمقدار حركتين من أحرف ينمو من الخطأ هنا أن تجعلها ياء صافية ومن يكتمها هذه ياء صافية ليس في غنة يجب أن تكون هناك غنة مصاحبة لها من الخيشوم ومن يكتمها أيضا الكهف هنا ساكنة مهموسة لا تمسكها ولا تبالغ يكتمها خطأ يكتمها صح يكتمها هكذا هو الصح التأم مضمو نضم الشفتين فيها ألمي مساكن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لنا من أحرف للعمر فإنه هذه الكسرة للهمزة ممكن أن تمطل أنه لدينا بعدها نون فيها غنة نون مشددة فتقول فإنه خطأ فإنه هذا الصح ولدينا هنا مد صلة كبرى لأنه جاء بعدها بعدها همزة فتكون حركتين واربع خمسة سأقوله خمس حركات فإنه آثيم هكذا آثيم هنا لدينا بدل لأنه ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة الثاء هنا مكسورة في اكسرة جيدا ولدينا تنوين بعد التنوين جاء حرف القاف والقاف من حروف الإخفاء ولكن غنة الإخفاء تكون مفخمة بحسب مرتبة القاف ومرتبة القاف هنا ثانية آثيم قلبه لا تقول قلب قلبه لا تفخم اللام والباء هذا خطأ القاف فهي المفخمة هنا مرتبة ثانية لأنها مفتوحة اللام مرققة ويجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة ساكنة والباء والهاء مرققة إذا استمرنا الباء والهاء مضموم نضم الشفتين فيها وإذا وقفنا على قلة أي أن الوقف أولى نقف علىها ساكنة باء مضموم نضم الشفتين فيها والهاء الساكنة من أقصر الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية إذا استمرنا قلبه والله مدأ صلاة صغرى بمقضال حركتين والله كما مرت معنا في الصفحات السابقة مفتوح جاء قبل اسم الجلال الله واو مفتوحة إذا تفخم لام اسم الجلال الله من غير أن نفخم الواو الواو هنا مرققة لا تقول والله والله خطأ والله هكذا ألهأ من كلمة والله مستفلة مضمومة نضم الشفتين فيها والله بما كسرت الباء بما تعملون هذه العين دائما يقع فيها البعض يقلقلها خطأ يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة من أحرف للعمر تعملون هكذا اللام مضمومة نضم شفتين فيها وفي الواو عليم اللام وكسرها جيدا في المد العرض للسكون بمقدار حركتين أو ستة لا تجعل غن في هذه أليات تخلص منها بخفض الفك السفلي جيدا حتى لا يتصعد الصوت إلى الخيشم عليم ونقف على ميم ساكنة طبعا إذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين جاء بعد التنوين لهم عليم لله عليم وتنتقل من الفاء المكسورة إلى السين المشددة لأنه لدينا همزة وصل ولا مشمسية لا مشمسية لأنه لم يأتي بعدها أحد أحرف ابغي حجك وخف عقيمه ونرى أنه جاء بعد حرفه مشدد نبدأ بهمزة قطع مفتوحة السماوات اسمع لا تقول السماوات خطأ السماوات هذا هو الصح والتاء لا تهمسها السماوات خطأ الهمس يكون في التاء الساكنة ولا يعدم الهمس في التاء المتحركة بل يكون لطيف جدا السماوات وما في أيضا هنا وما في خطأ وما في في الأرض ننتقل من الفاء المكسورة كسرها جيدا إلى اللام القمرية من كلمة الأرض لأنه كما ترون جاء بعدها الهمزة ابغي حجك وخف عقيمه هي أحد حروف القمرية نبدأ بهمزة قطع مفتوحة الأرم نقف على ضاد ساكنة فيها رخاوة مفخمة مرتبة رابعة واستطالة والرأو مفخمة لأنها ساكنة قبلها مفتوح لا تفخم الهمزة تقول الأ خطأ الأ الأرم الأرم هكذا ولا تنسى استطالة والرخاوة في الضاد مع التفخيم مرتبة رابعة لأنها ساكنة قيلة تفيد أن الوقف أولى طبعا إذا استمرنا في القراءة سوف تكون مكسورة تكون آخر مرتبة من مراتب التفخيم وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وإن تبدو النون الساكنة هنا جاء بعد هذا التاء إخفاء إذن لا تموت هذه الكسرة تجعلها وإن تبدو هذا خطأ وإي كسرة وإي وإن هكذا انتهى دور الكسرة وإن تبدو نون تا نذهب إلى مخرج التاء لنتهيئ لنطف حرف التاء ولا تنسى الباء هنا من كلمة تبدو ساكنة مقلقة لقلقة صغرى ولا تسحب ضمة التاء إليها تبدو خطأ انظر خطأ تبدو خطأ الصح تبدو 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 هكذا وإن تبدو نضم الشفتين في التاء والدال ونخلص الباء الساكنة من أن تضم نرجع الشفتين إلى الوضع الطبيعي إلى الوضع الطبيعي ما فيه هنا لدينا الفاء مكسورة ثم حرف المد في كلمة في أنفسهم الهمزة فيها إذن مد جائز منفصل من مقدار حركتين وربعة وخمسة ما في أنفسكم هنا كسر الفاء جيدا ولدينا حرف المد في كلمة في والهمزة في كلمة أنفسكم إذن مد جائز منفصل من مقدار حركتين وربعة وخمسة النون مع فاء اخفاء أنظر أنفسكم أذهب إلى مخرج الفاء أتهيأ لنطق حرف الفاء الفاء مضمومة نظم الشفتين فيها السينو مكسورة الكافو مراققة لا تقول كوم المضمومة نظم الشفتين فيها الميم مظهرة في الوصل والوقفي أنفسكم أو تخفوه أو تخفوه هنا لدينا أيضا الخاء ساكنة جاءت بين ضمتين ضمت التاء وضمت الفاء لا تسحب ضمت التاء إليها تقول تخفوه وأنت لا تحس بهذا الخاء ساكنة لا تسحب خلص الحركات وأعطي الحرف حقه من السكون أو ضم الشفتين في التاء ضم الشفتين فيها والخاء مفخم مرتب الرابع لأنها ساكنة يجري فيها صوته والنفس الخاء لا تقول تخفوه خطأ انظر تخفوه الصح تخفوه ترجع الشفتين للوضع الطبيعي ثم نضم الشفتين في الفاء التي بعد الخاء وأيضا الهاء الأخيرة تكون مضمم نضم الشفتين فيها تخفوه يحاسبكم يحاسبكم الياء مضمم نضم الشفتين فيها والسينة مكسورة الباء ساكنة مقلقلة قلق الصغرى هناك من يقرأ يحاسبكم يحرك الباء وهذا خطأ الباء ساكنة مقلقلة قلقلة صغرى لأنه في وسط الكلام الكاف مضمم نضم الشفتين فيها ميم مع الباء ميم يحاسبكم مع باء به إخفاء شفوي بغنى بمقدار حركتين ولا يوجد فرجة بين الشفتين كما وضح ذلك الدكتور عيمان حفظه الله فقال هذا أمر محدث يحاسبكم به الله به كسرة الباء والها وما أنه جاء مكسور قبل اسم الجلال الله إذن ترقق لا باسم الجلال الله به الله صلة تفيد أن الوصل أولى لا تقول لأن الغين مفخمة مرتبة رابعة ومن حروف الاستعلاء السبعة يفخم الفاء واليا الفاء واليا مرقق والفاء هنا أيضا بعد الغين مرقق فلا تفخمها اسمع الغين يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفاس والغين مفخم مرتبة رابعة ساكنة ثم اكسر الفاء الثانية في الراء مفخمة لأنها مضممة فيغفر هكذا وضم الشفتين فيها لمن يشاء لمن يشاء هنا من الخطأ أن تقول يا صافيا لمن يشاء خطأ يجب أن تكون هناك غنى مصاحبة من الخيشوم لمن يشاء ويعذب هكذا الصح وفي كلمة يشاء لدينا حرف المدوى الهمزة في كلمة واحدة مدوى جمت تصل بالمقدار أربع أو خمس حركات ويعذب الياء مضممة ضم الشفتين والعين عميقة من وسط الحلق مفتوحة الذال مشددة ذال ساكنة ويعذب ويعذب الباء مضممة ضم الشفتين فيها وباء حرف شديد مجهور من يشاء أيضا هنا نفس ما قلته النون مع الياء لا تجعلها ياء صافية إدغام بغنى طبعا من يشاء خطأ من يشاء هكذا هو الصح وهذه الغنى الصحيحة النون مع الياء وأيضا لدينا حرف المدوى الهمزة في كلمة يشاء مدوى واجب متصل بالمقدار أربع أو خمس حركات نقف على الهمزة بالنبر هنا لأنه لكي يتم قفل الأوتار الصوتية ونسمع صوت الهمزة الأخيرة قيل لا تفيد عن الوقف أو لا والله مرت معنا بأن لا نفخم الواو مفتوح جاء قبل اسم الجلال الله إذا تفخم لا اسم الجلال الله لا نقول والله والله هكذا الهاء مضم من الشفتين فيها الهاء مستفلة مرققة والله على على لا تقول على على كل الكاف مضم من الشفتين فيها واللا مشدد لا تمسكها لام ساكنة ثم لام مكسورة كل شيء هكذا شيء هنا لدينا قبلها مفتوح يا أولين لا تطلط على المخرج ولا تخرج معه هواء ولدينا تنوين كسر اكسر ثم بعد ذلك غنة الإخفاء تكون مفخمة حسب مرتبة القاف مرتبة ثانية لأنها مفتوحة شيء الكسر مرقق ثم الغنة ما هي المفخمة شيء لا تقول شيء شيء أنت فخمت الكسر خطأ التفخين في الغنة ثم في القاف شيء قادير هكذا شيء قادير قا قا لا تقول قا قا قادير أدالو مكسور اكسر جيدا ونقف على راء مرقق لأنها ساكنة قبلها ياء في الوقف المد العرض لسيكون من مقضال حركتين وستحركات لا تجعل غنة في هذه الياء إذا استمرنا في القراءة لدينا راء مفخمة لأن تكون مضمومة وتنوين جاء بعد التنوين همزة اظهر قدير آمنا هكذا آمنا الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله آمنا هنا لدينا مد بدل بمقدار حركتين ألف ساكن قبل همزة مفتوحة ويكون مقدار المد حركتين آمنا الرسول هنا وقفت على الراء لكي لا تكررها وهنا لك من يكررها يقول الرسول وهذا خطأ وننتقل من النون المفتوحة إلى الراء المشدد لأنه لدينا همزة وصل ولم شمسية لأنه جاء بعد حرف مشدد ولم يأتي بعدها أحد أحرف أبغي حجك وخف عقيمه والهمزة وصل نبدأ بهمزة قطع مفتوحة الرسول هكذا والسين هناك من يقول الرسول يشممها صاد وهذا خطأ السين مرققة لا تشممها صاد وتجعلها مفخمة السين مضمومة نضم الشفتين فيها وفي الواو كذلك الأخيرة نضم الشفتين فيها لأنها مضمومة بما كسرت الباء جيدا ولدينا حرف المد في كلمة بما والهمزة في كلمة أنزلة إذن مد جائز منفصل من مقداري حركتين واربع وخمسة بما أنزل أنزل هنا أنبه إلى أنه لا تسحب ضمة الهمزة إلى النون الساكنة تقول أنزل خطأ النون الساكنة ولدينا نون جاء بعدها زي وزي من حروف الإخفاء بغنة مرققة نذهب إلى مخرج زي أنزل إليه الياء ساكنة قبلها مفتوح ياء أولين ولا تطط على المخرج ولا تخرج معها الهاء مكسورة إليه من ربه من كمكسورة الميم كسرها جيدا نون ساكنة بعد النون راء إذن إضغام بغير غنة من ربه هكذا نأكل النون من ربه والراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة وأيضا هي مشددة لا نكرر نقول من ربه خطأ من ربه الباء مكسورة مشددة نكسر الباء الثانية جيدا والهاء أيضا نكسرها ولدينا مدع صلة صغرة بمقدار حركتين من ربه والمؤمنون من الواو المفتوح ننتقل إلى اللامة القمرية لأنه لدينا همزة وصل اللامة القمرية لأنه كما ترون جاء بعدها أحد حروف ابغي حجك وخف عقيمة ما هو الميم المضمون نضم الشفتين فيها الهمزة بقفل الأوتار الصوتية والمؤمنون لا تقول والمؤمنون هكذا تشطح في الهمزة هذا خطأ الهمزة بقفل الأوتار الصوتية تماما الميم من كلمة والمؤمنون مكسورة مي نون كسر وثم نون مضموما نضم الشفتين فيها وفي الواو نقف على نون ساكنة جيم تفيد جواز الوقف والمؤمنون كل الكاف هنا مضموما نضم الشفتين فيها ولدينا لام ساكنة ثم لام مضموما كل هكذا لا تقول كل خلص اللام الساكنة من أن تضم ولدينا تنوين جاء بعد التنوين همزة إظهار الهمزة من أحد حروف الإظهار الستة كل آمن هكذا لدينا مدبدل في كلمة آمن بمقدار حركتين لأنه ألف ساكن قبل همزة مفتوحة آمن بالله هكذا بكسرة الباء جيدا وبما أنه مكسور جاء قبل اسم الجلال الله إذن ترقق بالله وملائكته حرف المدوى الهمزة في كلمة وملائكته مدواج متصل بالمقدار أربع وخمس حركات لا تتكع على الهمزة وملائكته هذا التكاء خطأ هي مكسورة وملائكته وهنا لدينا مد الصيلة صغرى وكسرة التاول ها جيدا مد الصيلة صغرى مقدار حركتين وملائكته وكتبه وكتب الكاف والتا مضمومة نظم الشفتين فيها ونكسر الباء والهاء جيدا ولدينا صيلة صغرى مقدار حركتين وكتبه ورسله ورو لا تقول وروسله لا تفخم الوا لأنها جاورة الراء المفخم لأنها مضمومة ورو وروسله هكذا الراء والسين مضمومة نظم الشفتين فيها اللامو مكسورة نكسرها جيدا والهاء كذلك نكسرها ولدينا صيلة صغرى من مقدار حركتين ورسله لا نفرق بين أحد لا نفرق النون مضمومة نظم الشفتين فيها والراء مرققة لأنها مكسورة ولا نكرر ولا نقل ولا نفرق خطأ ولا نفر ولا نفرق هكذا تدرب عليها القاف مضمومة نظم الشفتين فيها وهي مفخمة مرتبة ثالثة مرتبة المضموم أو بين الياء ساكنة قبلها مفتوح ياء أحد الدال تنوين كسر ما جاء بعد تنوين ميم والميم من حروف الإضغام ينمو بغنى أحد من هكذا يكون الإضغام ومن رسله أيضا نون مع الراء هنا لدينا إضغام بغير غنى نأكل النون ونكسر الميمة جيدا من رسله ولا نفخم السين نقول رسله خطأ الرأو هنا مفخمة لأنها مضمومة والسين مضموم ونضم الشفتين فيها وأن لا ممكسورة له نقف علىها ساكنة مهموسة بن أقص الحرق باهتزاز الأوتار الصوتية جيم تفيد جواز الوقف إذا استمرنا في القراءة لدينا مد صلة صورة بمقدار حركتين من رسله وقالوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقالوا الواو مرققة والقاف مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف وقالوا هكذا ولا مضموم النظم الشفتين فيها سمعنا الميم مكسورة سمعنا العين هنا لا تقلق لها لأنها ساكنة بل يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط للعمر سمعنا واكسر الميم جيدا لا تقول الهمزة مرققة تفخمة لأنها جاورة الطاء المفخمة مرتبة ثاني لأنها مفتوحة تقول والعين لا تقلق لها لأنها ساكنة بل يجري فيها الصوت فترة زمنية وسيطة من أحرف التوسط لأن عمر ونقف علامة طبيعي لأنه ألف ساكن قبلها مفتوح صلة تفيد أن الوصل أولى غفر غفرانك الغين ومفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة ألفاء ساكنة فيها همس يجري فيها صوت والنفس ومخرجها ضعيف غفرانك الراء مفخمة لأنها مفتوحة الألف التي بعد الراء تفخم تبعا للراء ربنا الراء مفخمة لأنها مفتوحة الباء مشددة وهي شديدة مجهورة لا يجري فيها صوت ولا النفس ربنا وإليك المصير وإليك هنا همزة مكسورة وإليك الياء ساكنة قبلها مفتوح وننتقل من الكاف المفتوحة إلى اللام القمرية من كلمة المصير لأنه لدينا همزة وصل واللام قمرية لأنه جاء بعدها أحد حروف ارغي حجك وخفع قيمه الميم نبدأ بهمزة القطع المفتوحة المصير هل اللام يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط الصاد مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة نقف على المد العرض للسكون بمقدار حركتين أو ست حركات على راء ساكنة قبلها ياء إذن تكون مرققة المصير ولا تجعل غنى في هذه الياء إذا استمرنا في القراءة تكون الراء مفخمة ليا المضمومة المصير لا يكلف لا يكلف ألياء مضمومة نظم الشفتين فيها ولا مشددة لا تمسكها لا يكلف خطأ لا يكلف هكذا اللي هكذا لا يكلف ألفاء مضمومة نظم الشفتين فيها بما أنه جاء مضموم قبل اسم جلال الله إذن تفخم لا من اسم جلال الله من غير أن نفخم ألفاء ألفاء مرقق لا تقول لا يكلف الله فو خطأ لا يكلف الله الله نبدأ بهمز القطأ مفتوحة ولا نكور الشفتين نقول الله هكذا خطأ الله نفس لا يكلف الله نفس الفاء جاورت السين وكلهما من حروف فحثوا شخص سكت تحتاج إلى همس والفاء أكثر لأنها ساكنة فنعطي حقها نفسا هكذا تنوين جاء بعد التنوين همزة إظهار نفسا إلا وسعها و إلا لا تمسك اللامة المشددة إلا خطأ إلا اكسر الهمزة جيدا إلا هكذا إلا وسعها و وسعها الوا ومضم ونضم الشفتين فيها السين ساكنة مهموسة يجري فيها صوت والنفس وهي من أحرف الصفير ونقف على مد طبيعي ألف ساكن قبلها مفتوح جيم تفيد جواز الوقفي لها لها خطأ لها ما كسابت التاؤنا ساكنة مهموسة همس اللطيف لا تبالغ لها ما كسابت خطأ كسابت هكذا كسابت لها ما كسابت وعليها عليها الياء ساكنة قبلها مفتوح يا أولين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معه وعليها ما كسابت في كلمة ما كسابت الكاف ساكنة والتاء ساكنة فيها همس وهمس لطيف لا تمسكه لا تقول ما كسابت هذا خطأ ما كسابت هذا هو الصحيح همس لطيف جيم تفيد جواز الوقفي رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا أَرَوْمُ فَخَّمَا لِأَنَّا مَفْتُوحًا وَالْبَاءُ مُشَدَّدَ وَهِيَ شَدِدًا مَجْهُورًا لَا فِيهَا نَفَسْ وَلَا ف رَبَّنَا هَكَذَا وَلَدَيْنَا هُنَا مَتْطَبِعِي سَاكِنَ قَبْلَا مَفْتُوحًا لَا تُؤَخِذْنَا وَهُنَا لَدَيْنَا مَتْبَدَلْ أَلِفْ سَاكِنَ قَبْلَا هَمْزَةً بِمَقْدَارِ حَرَكَتَيْنَ التَاءُ مَضْمُونَ وَنَظُمُوا الشَّفَتَيْنِ فِيهَا الْخَاءُ مُفَخَّم مَرْتَبْ أَخِيرًا ل لأنها مكسورة ذال يجري فيها الصوت لأنها من رخوة وساكنة لا تقلق لها تقول لا تُؤَخِذْنَا خَطَأ لا تُؤَخِذْنَا هكذا لدينا حرف المد في كلمة تُؤَخِذْنَا والهمزة في كلمة إن إذن متجائز منفصل المقدار حركتين واربعة وخمسة لا تُؤَخِذْنَا إِن نَسِيْنَا وهنا لدينا نون مع نون إدغام بغنة من أحرف ينمو بمقدار حركتين ولا تمط هذه الكسرات يقول إن إن خطأ إي إن نسينا كسرة السين من كلمة نسينا ولديناك حرف المد في نسينا والهمزة في كلمة أو متجائز منفصل بمقدار حركتين واربعة وخمسة نسينا أو أو نضم الشفتين في الواو أخطأنا لا تقول أخطأنا لا تفخم الهمزة الهمزة مرققة والخاء ساكنة مفخمة مرتبة ورابعة وطأ مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة أخطأ أخطأنا والهمزة بقفل الأوتار الصوتية لا تشطح فيها أخطأنا خطأ أخطأنا هكذا ونقف على مد طبيعي بمقدار حركتين ألف ساكن قبلها مفتوح الجيم تفيد جواز الوقفي ربنا أيضا الرأو مفخمة لأنها مفتوحة والباء مشددة شديدة ثم جهورة رب ربنا ولا تحمل الحاء ساكنة مهمس يجري فيها صوت والنفس من وسط الحل والميم مكسورة يكسرها واللامساكنة ولا تحمل ولا تحمل علينا علينا الياء الساكنة قبلها مفتوح ياؤلين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معها هوا لدينا حرف المد في كلمة علينا والهمزة في كلمة إصرا إذن مت جائز منفصل للمقدار حركتين أربعة وخمسة علينا إصرا لا تقول إيه تفخم الهمزة لأن جاورة الصاد المفخمة مرتبة رابعة ساكنة وهي من أحرف الصفير ويجري فيها صوت والنفس إصرا هكذا الصحيح لا تقول إصرا خطأ الراء مفخمة لأنها مفتوحة والألف التي بعد الراء تفخم أيضا لدينا تنوين جاء بعد التنوين كاف إذن لدينا إخفاء هنا نذهب إلى مخرج الكاف لنتهي لنضع حرف الكاف إصرا كما حملته حملته نسمع صوت اللام الساكنة يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة ألهاء مضمون نضم الشفتين فيها ولدينا مدصلة صغرة من مطالع حركتين حملته على الذين من اللام المفتوحة إلى اللام المشددة من كلمة الذين لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمز قطع مفتوحة الذين هكذا والذال هنا مكسورة نكسرها جيدا لا تمسك اللام المشددة نبدأ بهمز قطع مفتوحة الذين من قابلنا من كسرة الميم جيدا نون مع القاف إخفاء ولكنه تكون غنى مفخمة بحسب مرتبة القاف مرتبة ثانية لأنها مفتوحة من قابلنا الباء ساكنة مقلقة لقلقة لصغران في وسط الكلام واللا مكسورة قابلي قابلنا نقف على مطبع من مقدار حركتين ألف ساكن قبلها مفتوح جيم تفيد جواز الوقف ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أيضا هنا الرأم مفخمة لنا مفتوحة والباء كما قلت شديدة مجهورة لا يخرج معها نفس ولا صوت ولا تحملنا التاء مضمومة نضم الشفتين فيها ثم الميم مشددة مكسورة فيها غنم مقدار حركتين لام ساكنة تحمي تحمل تحملنا هكذا نقرأها ويجري الصوت في اللام فترة زمنية بسيطة لنا حرف التوسط للعمر ما لا طاقة هنا ما لا طاقة الطاء مفتوحة بعدها ألف مفخم مرتبة أولى القاف مفخم مرتبة ثانية لأنها مفتوحة ما لا طاقة لنا به هكذا القاف والطاء لا تكور الشفتين فيها لا تقول طاقة خطأ طاقة هكذا لنا به نقب مكسورة ونقف علىها ساكنة مهموسة صلة في دون الوصل الأولى ولدين مد صلة صغرى به وعفوا عنا وعفوا من الواو المفتوحة إلى العين الساكنة لأنه لدينا همزة وصل لا تقلق للعين وعفوا عنا خطأ العين يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة وعفوا عنا فاء ضم شفتين فيها عنا نون مشددة فيها غنى مقدار حركتين واغفر وهنا لدينا الواو مفتوحة ننتقل إلى الغين الساكنة لأنه لدينا همزة وصل الغين مفخم مرتبة رابعة يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس الفاء مكسورة بما أنه جاء مكسور قبل الرأى الساكنة إذن ترقق واغفر واغفر لنا وارحمنا هكذا وننتقل أيضا من الواو المفتوحة إلى الرأى من كلمة وارحمنا الساكنة لأنه لدينا همزة وصل وبما أنه الرأى قبلها مفتوح ستكون مفخمة وبنغير تكرير ورخطأ ورحمنا هكذا والمي مساكنة يجري فيها الصوت الفترة زمنية بسيطة لمن أحرف التوسط لن عمر ونقف على مد طبيعي بمقدار حركتين إذا استمرنا في القراءة طبعا جيم تفيد جواز الوقف إذا استمرنا في القراءة لدينا حرف المد في كلمة وارحمنا والهمزة في كلمة أنت مد جائز منفصل من مقدار حركتين واربع خمسة وارحمنا أنت مولانا أنت نون ساكنة جاء بعد النون تا إخفى بغنة مراققة لأن التا حرف مستفل نذهب إلى مخرج التا أنت أنت مولانا الواو نضم الشفتين فيها ولا تقول مولانا مولا صوت لا تجعل الألف صوت ممال مولانا هكذا فانصرنا فننتقل من الفا المفتوحة إلى النون الساكنة لأن لدينا همزة وصل ونون ساكنة جاء بعدها صاد وصاد من حروف الاستعلاء مفخم مرتبة ثالثة وأيضا من حروف الإخفاء إذن تكون غنة الإخفاء مفخمة بحسب مرتبة الصاد مرتبة ثالثة مضمومة ولكن لا أفخم الفا فانصرنا خطأ فانصرنا الصاد مضمومة نضم الشفتين فيها الراء مفخمة لأنها ساكنة قبلها مضموم فانصرنا هكذا وهنا لدينا ما الطبيعي ألف ساكن قبلها مفتوح على ولا تقول على على من اللام المفتوحة إلى اللام القمري من كلمة القوم لأنه لدينا همزة وصل واللام قمرية لأنه جاء بعدها أحد حروف ابغي حجك وخف عقيمه القاف القومي نبدأ بهمزة قطة مفتوحة اللام نجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لنعمار مي كسرة الميم ننتقل من الميم إلى اللام القمرية من كلمة الكافرين لأنه لدينا همزة وصل القوم الكافرين نبدأ بهمزة قطة مفتوحة اللام قمرية لأنه جاء بعدها أحد أحرف ابغي حجك وخف عقيمه كاف حجك كاف الكافرين لا تقول الكافرين تجعل إمالة الفاء وراء مكسورة في رين اكسرها جهدا وراء مرقق لأنه مكسورة في الوقف المد العرض للسكومة مقدار حركتين وست حركات لا تجعلنا في هذه أليا ونقف على نون ساكنة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أن تستغفرك واته إليك هذا ما كان من توفيق وصواف من الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسياف مني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دريد إبراهيم أبو مريم لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب دريد إبراهيم أبو مريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته